من المتوقع أنه يتم ختم وصية جلالة الملكة لمدة 90 سنة على الأقل لذا ما رح يكون التوزيع الدقيق لأصولها معروف لعدة أجيال بس بصفته ابنها الأكبر ورث شارلز ممتلكات الملكة الخاصة قلعتها في سكوتلندا مزرعة الخيول الأصلية المعروفة باسم الأزرار الملكية ومن المتوقع أنه يرث مجموعتها الخاصة الهائلة من المجوهرات والفنون والطوابع النادرة واستثماراتها الشخصية وغيرها الكثير من الممتلكات اللي ما بتتقدر بثمن وجميعها معفى من الضرائب أي ورث مال يقل عن 500 مليون دولار من الملكة إليزابيث وبصفته ملك بيشرف شارلز هلأ على محفظة أصول والده الملك الراحل فيليب وتقدر بحوالي 46 مليار دولار وهي كضمان كونه صاحب السيادة للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today